كابتن حمد عباطيف كنت سألتك قبل الفاصل منتخب عن مضوع المنتخب ورأيك في أداء المنتخب مصري في أول مبارات كاس أمه في خيئة أمام ناجاري بص رأيي زي رأيي الشعب المصري كله يعني منتخب مصر لم يحضر للكاميرون حتى الآن واضح أن فيه عطل فني قروي تسبب فيه كروش في تأخر وصول المنتخب المصري إلى الكاميرون من خلال تشكيله من خلال تغيراته من خلال إدارته للمباراة فمنتخب مصر أداء طبعا كان صعب جدا على الشعب المصري أداء كنا سيئين جدا لا بندافع ولا بنهاجم ولا عندنا صناعات لعب ولا بنغير صح لعبة كتير بتلعب مش في أماكنها ومعرفش ليه التأليف دوت هو أنت جاي تجرب فينا لا إحنا عندنا لعبة كويسة بس لعب كل واحد في مكانه واستفاد من التغيرات بتاعتك صح لكن مطش الأول مطش مع ناجيرة طبعا منتخب مصر لم يحضر أتمنى أن كيروش يرجع لعقله وصوابه ويعمل التشكيل المناسب والتغير المناسب وأتمنى أنه ما يغيرش بكرة يعني يغير في ملاكز اللعبة تانية خلاص محمد صلاح بيلعب ناحية اللي مين مصطفى محمد مهاجم عندك حتفاضل بين ربنان صبحي مثلا أو مرموش أو ترزيجية عندك في نص ملعب معروف مين حيلعب مش عايز تأليف ما تألفش أنت بتألف في إيه أنت كان عندك بطولة كاس العرب دي كانت فترة إعداد ليك جربت فيها فترة تأليف برضو جربت ماشي كان بيجرب فيش مشكلة بس خلاص أنت جربت استقررت بقى التشكيل أتمنى تلعب بالتشكيل المناسب وأتمنى ما يبقاش فيه تغير في المركز اللعبة بكرة تانية يعني أنت رأيك أن السبب الحالة اللي احنا فيها هو تغيير بعض مراكز اللعبة اللحة الخططية مش على المستوى المطلوب التغيير الكتير ووظائي التوزيف اللعيبة مش على المستوى وبردك فيه دور على اللعيبة اللعيبة ما عندهش روح قوية بس لإيه ما تعمل لك يعني أنت نعرضه مثلا ده الناس عاملين بس يا طارق معلش فيه روح والعزيمة والأسرار وكده ما كدش موجودة خالص بنلعب بالكرة البطيئة ومغلوبين وكدنا مثلا بنلعب وكاسبين ثلاثة سفر ونركع عن كرة الوراء وغير كده فيه عنصر مهم جدا عدم وجود صانع لعب في المنتخب المصري هيأثر على محمد صلاح هيأثر على مصطفى محمد هيأثر على خط الهجوم أتمنى لو كان عبدالله السعيد موجود يبقى ليه دور